افتتح وزير التجارة والصناعة والتموين المهندس يعرو بلقضاء ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في مدينة الخليل معرض الصناعات والمنتجات الأردنية ثالثة بمشاركة أكثر من ثمانين شركة أردنية تمثل مختلف قطاعات الصناعة والمنتجات تفاصيل أوفا في هذا التقرير للعام الثالث على التوالي يأتي معرض الصناعات والمنتجات الأردنية في فلسطين على طريق تعميق العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وفي إطار رفع نسبة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما أهمية هذا المعرض لبناء جسور اقتصادية حقيقية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وعلى شكل خاص في ظل الظروف والتحديات الإقليمية التي تحيط بالأردن وفلسطين والتحديات التي تفرضتها هذه الظروف اقتصاديا بشكل رئيسي كان لابد من بدء العمل بشكل مباشر على تعريف أشقائنا في قطاع الخاص الفلسطيني على ما وصلت إلى الصناعة الأردنية من التقدم وجود البضائع الأردنية في فلسطين هو مطلب من خلال استراتيجياتنا دخول البضائع الأردنية واستبدال البضائع الإسرائيلية ببضائع أردنية من الأردن الشقيق البوابة الوحيدة لفلسطين وبالتأكيد من الجولة هذه البسيطة البضائع جدا مميزة ومنافسة وإن شاء الله يكون لها فرص كبيرة بسوقنا فلسطيني أكثر من ثمانين شركة أردنية تشارك في المعرض لهذا العام هي خطوة نحو تذليل العقبات والاستماع لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني سعيا لجعل التبادل التجاري بين البلدين في اتجاهين لا في اتجاه واحد تبادل بين أردن وفلسطين لغاية الآن هو هزيل وضعيف نتيجة المعيقات الموجودة وخاصة معيقات المعابر وأيضا ارتفاع سعر أو تكلفة الشحن نحن في غلاف مالي وجمركي واحد مع إسرائيل يعني فيه بعض الصعوبة بإدخال بعض المنتجات الأردنية وبالتالي اليوم تحدثنا عن كافة هذه المشاكل حتى نستعد لتذليلها عملنا كثير على هذا المعرض لسببين أول شيء بدنا نعتق الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي والرجع لعمق العربي وبنفس الوقت يصير تبادل بخطين مش بخط واحد من مدينة الخليل المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا